بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في الفيديو ده على الاساس والاساس الجزئي ده خاص بالتوبولوجي طبعا الاساس معناه البيز والاساس الجزئي معناه الدرس سهل وحلو ومقفوش حاجة وهناعمل عليه تمارين كتيرة كده ناخد اولا الاساس الاساس اللي احنا اتفقنا اسمه ايه البيز طيب هنبدأ بالتعريف نقول ايه هنفرد ان اكس وتاو فضاء توبولوجي طبعا احنا اخدنا قبل كده يعني ايه فضاء توبولوجي الاكس دي بتكون كده مجموعة فيها عناصر والتاو دي بتاخده من البي اوف اكس اللي هي المجموعات الجزئية من اكس واتفقنا ان التاو دي عشان اقول عليها انها توبولوجي على اكس لازم تحقق ثلاث شروط خلاص كده اللي هي الاكس والفاي تنتمي التاو تقطع اي عنصرين من التاو ينتمي الى تاو والتحادات الى ما لنهاية تنتمي من عناصر التاو تنتمي الى تاو ايضا دولت 3 عناصر فاحنا في بداية التعريف بنقول بفرد اكس وتاو فضاء توبولوجي طيب نكمل التعريف بعد العائلة بيتا اللي جزئية من التاو يبقى انا عندي عائلة اسمها ايه بيتا اللي جزئية من التاو ما لها العائلة بيتا دي العائلة بيتا دي بقول عليها ان هي اساس للتوبولوجي تاو اذا وفقط اذا كان امتى البيتا اقول عليها ان هي اساس اذا كان كل مجموعة مفتوحة عبارة عن اتحاد عناصر من بيتا كل مجموعة مفتوحة المجموعة المفتوحة بنجيبها من فين بنجيبها من التاو يبقى كل مجموعة مفتوحة هنا اقدر اكتبها اتحاد عناصر من فين من البيتا طب ازاي ناخد عليها مثال كده ونشوف. بيقول لي لت اكس وتاو اذا يعني بفرض اكس وتاو ده فضاء توبولوجي. ساتش زات الاكس بتساوي اي بي سي دي. يعني الاكس فيها كام? فيها اربع عناصر. طيب. وبيقول لي ان التاو بتاعتي عبارة عن الاكس والفاي والمجموعة اي بي والمجموعة سي دي. طب هو عايزني اعمل ايه? قال لي البيتا اللي بتاع دي اللي شكلها عامل كده. يعني اساس للتاو. البيتا ما هي مين? ايه وبي وسيه ودي. خلي بالك ان البيتا دي متاخدة من فين? متاخدة من التاو. عشان اقول او اثبت ان البيتا دي اساس للتاو يبقى كل مجموعة مفتوحة. سوري. معادة فاي. مطبيعي ان معادة فاي. لان الفاي مفيهاش اي عناصر. الفاي مقدرش اكتبها مجموعة اتحاد مجموعة تانية هي فيها عناصر اصلا. فكل مجموعة مفتوحة معادة الفاي. اقدر عبر عنها اتحاد عناصر مين بيتا. طيب لو سمحت كده. جيب لي في المسال ده كل المجموعة المفتوحة اللي قدامك. المجموعة المفتوحة اللي هي عناصر التاو باختصار. مين هم الاكس? صح كده? والمجموعة آآ مفيش فاي بقى. والمجموعة اي بي? صح كده تمام? والمجموعة سي دي. مش كده? طيب اي دي المجموعة المفتوحة بتاعتي? هل بقى المجموعة المفتوحة دي اقدر اكتبها اتحاد عناصر من بيتا? هنشوف. طيب الاكس اللي قدامك دي تقدر تكتبها مين اتحاد مين من البيتا? متهيئة لان هي هتبقى الاولى اتحاد التانية. خلاص كده? يعني الاي بي? اتحاد سي دي. محدش يكتب لمجموعات من مزاجه. من دماغه. انا عايز اتحاد مجموعات من البيتا. اللي بيتا اللي هم الديهاني. يبقى كده اول مجموعة مفتوحة عندي. قدر تكتبها. الاي بي اتحاد السي دي. اهو اي بي اتحاد السي دي. هايديني اي بي سي دي اللي اكسوا كلها. طيب. الاي بي ده المجموعة المفتوحة التانية. اللي متهيئة. مين اتحاد مين من البيتا? اعتقد هي اي بي اتحاد نفسها. اي بي? اتحاد نفسها. او انت باختصار كده تقولي من الاخر يعني ان الاي بي تنتمي للبيتا واخلاص. بدنا تقولي المجموعة اتحاد نفسها. طيب المجموعة المفتوحة التالتة اللي هي من عناصر تاو طبعا. مين اتحاد مين من البيتا? برضو. السي دي اتحاد نفسها. اهي? سي دي اتحاد نفسها. فتكتب له كده بقى في الحل. بما انة. بما انة. كل مجموعة مفتوحة. من تاو. امكن كتابتها كاتحاد عناصر من في الاخر تقوله ازا البيتا اساس للتاو. بس كده والموضوع انتهى. ادي تعريف الاساس. صعب? يبقى تاني نقول. امتى بقول على البيتا? انها اساس? ازا كل مجموعة مفتوحة معادل في طبعا. من هنا طبعا المجموعة المفتوحة متاو. اقدر اكتبها او عبارة عن ايه? اتحاد عناصر من البيتا زي ما احنا كتبنا في السؤال. طيب تعال نشوف اه مثال تاني برضو. بيقول لي ايه? المسال التاني بيقول. لت. اكس وتاو اذا توبوليجججل سبيس. وير. يعني بفرض ان اكس وتاو فضاء توبوليجج. طيب. وكانت ال اكس بتاعتي عبارة عن برضو اي بي سي دي. ومديني التاو اكس وفاي. واي بي وسي دي برضو. قال لي بقى بروفزت. اثبيتي انه. المجموعة اللي اسمها بيتا واحد دي إز نوتا بيز يعني ليست أساس طالما قال لي ثبت إن البيتا ليست أساسي بأكيد أكيد في مجموعة مفتوحة من هنا من جوة تاو مش هعرف أكتبها اتحاد عناصر من البيتا طيب تعالوا نشوف كده مين من المجموعة المفتوحة اللي أنا مقدرتش أكتبها عناصر من بيتاو نمسك كده كل مجموعة مفتوحة من تاو أولاً مين أول واحدة في التاو إكس نشوفها الفا أكيد لا المجموعة A-B نشوفها المجموعة المفتوحة الأخيرة اللي هي C-D طيب الإكس مين اتحاد مين من البيتا ما حدش يقول لي A-B اتحاد C-D مليش دعوة أنا عايزة عناصر من بيتا كاتحاد عناصر من بيتا الإكس مثال اتحاد نفسها أو ممكن تختصر الإجابة دي وتقول لي أنها تنتمي لمين تنتمي للبيتا طيب برضو A-B اتحاد نفسها أو تخلص وتقول لي A-B تنتمي للبيتا وخلاص طيب نجي بقى للC-D أقدر أكتبها اتحاد عناصر من بيتا تمام ال-C-D لا يمكن كتابتها لأ سوري معلش نقول كده إن ال-C-D لا يمكن كتابتها كاتحاد عناصر من بيتا واحد إذن بيتا واحد لا يمكن أن تكون أساس للتاو كده عرفنا البيتا واحد ليه لا يمكن أن تكون أساس نقول كمان خلاص كده يبقى ليه البيتا واحد ليست أساس للتاو عشان المجموعة المفتوحة C-D ما قدرتش أكتبها التحاد عناصر من بيتا هي مين التحاد مين من بيتا هل ال-X التحدي تحدي ال-X بار فال-C-D لا يمكن كتابتها كالتحاد عناصر من بيتا إذن بيتا واحد لا يمكن أن تكون أساس للتاو كده فهمنا السؤال ده تمام طيب نيجي للسؤال المهمة آخر بيقول إيه المثال ده بيقول بفرض أن ال-X بتاعتي عبارة عن A-B-C-D إذبت أن بيتا اللي بتساوي A-B و-B-C طبعا لازم تكون جزئية من ال-B وف-X ما احنا قلنا في التعريف إن البيتا دي متاخدة من فين أفكرك البيتا دي متاخدة من التاو خلاص يعني مجموعتها مجموعة مفتوحة طيب البيتا اللي شكلها كده لا يمكن أن تكون أساس لأي توبولوجي معرف على ال-X في السؤال ده هو مش مدين أصلا التاو طب أعمل إيه وأتصرف إزاي أنا في الأمثلة اللي فاتت كان دايما بيدين التاو ويقول لي ويدين البيتا ويقول لي سبيتي كده إن البيتا دي أساس أو مش أساس على حسب طب في الحالة دي أنا أعمل إيه طيب ما فيش تاو محدش يقول لي حفر التاو من عندي ووثبت إن بيتا ليست أساس لا ده قال لك إن هي مش أساس لأي توبولوجي معرف على ال-X يعني ما تفرضش حاجة من عندك طب واحدة واحدة كده هي مش البيتا دي هتقول لي بما أن بيتا جزئية من التاو خلاص كده معنى كده إن العناصر اللي جوه البيتا دي عناصر من جوة التاو فهتقول لي إذن المجموعة A-B والمجموعة B-C دول عناصر من التاو ده متعريف بس نحن قلنا نتعريف البيتا إن البيتا متاخدة من التاو فأعتقد إن العنصرين دول عناصر من التاو حلو كده طيب بما أن دول عنصرين موجودين في التاو وعشان التاو تبقى توبولوجي ومن شروط التوبولوجي إن أي عنصرين تقطعهم هو كمان موجود فين في التاو معنى كده إن إذن ال-A-B تقطع ال-B-C من دي A-B تقطع B-C ده بالمجموعة B معنى كده إن المجموعة B دي عنصر من عناصر التاو هي كمان طب ده جامل قوي يعني ال-B دي مجموعة مفتوحة هي طيب هل بقى المجموعة المفتوحة دي اللي اسمها B تقدر تكتبها اتحاد عناصر من البيتا مفتكرش يعني المجموعة اللي بنظرها كده مين اتحاد مين من البيتا تقدر تكتبها مين اتحاد مين من هنا ولا حاجة ولكن B لا يمكن كتابتها هو ده الحل بقى لا يمكن كتابتها كاتحاد عناصر مين بيتا بس كده خلاص إذن إحنا كده وصلنا للحل إذن البيتا لا يمكن أن تكون أساس لأي طبولوجي معرف على اكس يبقى كده خلاص وصلنا إلا إن البيتا مينفعش أنها تكون أساس لأي طبولوجي معرف على اكس ليه؟ عملتها إزاي؟ نقول كمان الفكرة إن أنا عندي عناصر من البيتا طبعا عناصر البيتا دي أصلا متاخدة من فين؟ متاخدة من التاو ده معنى كده إن دي ودي عناصر جوه التاو وبما إن من شروط التبولوجي أصلا إن أي عنصرين تقطعهم جوه التاو فحلا إن البي برضو مجموعة أو عنصر جوه التاو البي دي بقى ما قدرش أكتبها اتحاد عناصر من البيتا خلاص كده فهمنا فكرة السؤال طيب نشوف بقى مثالين مهمين قوي قوي وحلاقيهم بعد كده كتير في الفضاء اكس دي شكل البيتا عمل إزاي؟ وفي الفضاء ر ويو شكل البيتا عمل إزاي؟ دون مهمين قوي ولما قول مهمين قوي يبقى موضع أسئلة كتير قوي بعد كده في الامتحانات طيب أولا في الفضاء المنفصل اللي هو اسمه دي سكريت توبولوجي اللي هو إكس ودي فاكرين التاو هنا أو الشكل المجموعات المفتوحة كان عمل إزاي؟ كانت التاو أو الدي عبارة عن جميع المجموعات الجزئية من إكس يعني ده كان أجبر توبولوجي يمكن تعريفه على إكس البيتا بقى شكلها إيه؟ هي العناصر المفردة السؤال دي سؤال مهم يبقى لما البيتا ألاقي إن الأساس شكله هو المجموعات اللي فيها عنصر واحد كده بي أهي البيتا شكلها بي هيصول بي عنصر من إكس هي دي البيز فور دي خلاص؟ طب أجيب لك كده مثال توضيح يعني مثال توضيح يلا كده إيه المثال التوضيحي؟ إحنا هنفرض من عندنا إن الإكس مثلا نقول إيه؟ عشان ما نطولش يعني واحد واثنين وتلاتة جميل كده؟ طيب حد يقول لي إن دي اللي هي الدسكريت يعني أو التوبولوجي اللي هو هنا في الفضاء ده إكس دي ده عبارة عن إيه؟ ما احنا اتفقنا؟ إنه عبارة عن كل المجموعات الجزئية من إكس يبقى هتبقى الإكس طبعا نفسها عشان إكس مجموعة من نفسها الفاي برضو مجموعة جزئية من أي مجموعة أخرى وهتلاقي الواحد والإتنين ده كل المجموعة الجزئية من الإكس والتلاتة وهتلاقي من كمان المجموعة اللي فيها اتنينات بقى واحد واثنين صح كده؟ واحد وثلاثة وايه كمان؟ واثنين وثلاثة آه دي كل التوبولوجي بتاعي تمام البيتا بقى في الحالة دي الأساس على هذا الفضاء هي المجموعة المفردة يعني اللي فيها عنصر واحد حسب التعريف اللي فوق اللي هي الواحد والمجموعة اتنين والمجموعة تلاتة البيتا دي هي أساس للتاو بتاعتي ما هو التعريف بقول لك ده بس عشان أوضح لك إن التعريف ده جي منين يبقى البيتا بتاعتي هي المجموعة المفردة طب تعالوا نتأكد كده عشان البيتا تبقى أساس للتاو لازم كل مجموعة مفتوحة من هنا أقدر أكتبها حاجة اتحاد حاجة من بيتا يعني إيه أقدر أكتبها اتحاد عناصر من البيتا أولا الـ X كده أقدر أكتبها مين اتحاد مين من البيتا بتهايلا هتبقى واحد اتحاد الاثنين اتحاد التلاتة يبقى كده نقول لأنا قدي الـ X هي أول مجموعة مفتوحة عام دي قدرت أكتبها اتحاد عناصر من البيتا ما تجيبش حاجة من دماغك من البيتا واحد اتحاد الـ 2 اتحاد الثلاثة طب جميل قوي مع هذا الفاي ملناش علاقة الفاي مفيش حاجة الـ 1 والـ 2 والـ 3 الـ 1 دي تقدر تكتبها 1 اتحاد نفسها الـ 2 تقدر تكتبها 2 اتحاد نفسها والـ 3 اتحاد نفسها أو تقول له على طول إن الواحد والـ 2 والتلاتة دول ينتموا المين للبيتا واخلاص. يبقى احنا كده جبنا مين معلشي. مشان بس الحاجات اللي انا خلصتها اقوم داي عاملة عليها صح. كده خلصنا واحد واتنين وتلاتة تمام. تعالوا كده للمجموعة واحد واتنين. هلقى اقدر اكتبها اتحاد عناصر من البيتا? الواحد والاتنين دي. مين اتحاد من البيتا? من البيتا? هيبقى واحد اتحاد الاتنين. واحد اتحاد الاتنين. دي خلصت. الواحد والتلاتة. مين اتحاد مين من البيتا? الواحد والتلاتة. ده واحد اتحاد التلاتة. ده اتحاد ده. مش كده. وايه كمان برضو. بالمرة كمان. اخر واحدة. بحنا كده خلصنا دي. فاضل مين كمان اتنين واتلاتة. طب المجموعة اتنين واتلاتة. اتحد مين اتحد من البيتا? اتنين اتحاد التلاتة. صح كده? المجموعة اتنين اتحاد المجموعة تلاتة. يبقى فعلا فعلا البيتا او اللي شكلها اللي فيها العناصر المفردة دي دي تعتبر اساس اللي هو اللي هو التيجري التوبولوجي اللي هو الدي. يبقى كده خلص فيهمنا اول واحدة الفضاء المنفصل. البتا بتاعته مين؟ هي المجموعات المفردة. يبقى اللي هي المجموعة اللي فيها عنصر بيه. حيص العنصر اللي جوه ده موجود فين من الاكس. طيب نخش على الحتة اللي بعد كده. اللي هي الاروي اليو. في الفضاء العادي الاروي اليو. طالما ان انا اخد اروي يو. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق. ايه هو اليونيفورم توبولوجي. او قصد الاسمه يوجول توبولوجي. الشكل المجموعات المفتوحة او شكل التاو عبارة عن ايه? التاو باختصار كده هي الفترات المفتوحة اللي هي الابن انترفل. طيب البيتا بيبقى شكلها عامل ازاي? هقولك اهي. البيتا في الحالة دي بتكون عبارة عن فترة مفتوحة برضو. ايه بي? حيصو الاي والبي دول اعداد حقيقية. يعني تنتمي للار. خلاص كده. وقفل القوس. وخلاص. طب بتقول جمان بالمرة. الايه اقل من الايه. حلوة كده? شكل البيتا في الحالة دي. عشان ده السؤال مهم جدا. شكل البيتا في الحالة دي في الفضاء العادي. هتبقى عبارة عن فترة مفتوحة. ليه البيتا شكلها عامل كده? او ليه البيتا الاساس بتاع الاروي اللي هو عبارة عن فترات مفتوحة. الاجابة بقى. لان اي مجموعة مفتوحة اسمها يو. خلاص? فيه ار. طبعا احنا اتفقنا ان المجموعات المفتوحة اللي هي هنا شكلها عامل ازاي? باختصار ان هي فترة مفتوحة. تعالوا كده ايه? نرسم بس رسم توضيحي. ادي خط الاعداد بتاعي اللي هو الار. ماشي كده. اهو. وادي اي بتاعتي اسمها يو. اي مجموعة مفتوحة يو في ار. واللي يكن عندي عنصر كده موجود جوه اليو اسمه بي. بس كده. اهو. ولا اي بي تنتمي لليو اللي هي دي. فبقول يوجد فترة مفتوحة. يوجد فترة مفتوحة. بي ناقص دلتة وبي زائد دلتة. خلاص? بحيث ان البي تنتمي لهذه الفترة اللي هي بي ناقص دلتة وبي زائد دلتة. اللي بالتالي جزئية من اليو. تعالوا على الرسمة لو سمحت. احنا اتفقنا ان اي مجموعة مفتوحة اللي هي open interval موجودة في الار. طيب. ولا اي عنصر جوه اليو اسمه بي. حلاقي فترة كده زغنطوطة. اسمها ايه? بي ناقص دلتة وبي زائد الدلتة. كلمة الدلتة الصغيرة اللي انا عملها كتبها دي. ده يعني يعتبر ايه? آآ جزء مقدار صغير جدا يعني. فحقول كده على الرسمة بي ناقص الدلتة. يعني اترح دلتة من هنا. ويعني ارجع دلتة ورا. واطلع دلتة قدام. كده يعني. خلاص? اهي. ادي كده ايه? دي بي زائد دلتة. طلعت مسافة دلتة قدام. رجعت دلتة ورا. بي ناقص دلتة. يبقى انا حلاقي مجموعة مفتوحة تانية. اسمها بين قص دلتة وبي زائد دلتة. بحيث ان البي. العنصر بي هو. ينتمي. لهازي الفترة الصغيرة اللي جزئية من فين من اليو. ازا معنى كده. ان اي فترة مفتوحة او اي مجموع مفتوحة جوه هذا التوبولوجي. اقدر اكتبها اتحاد فترات مفتوحة تانية. يبقى ازا الاساس بتاعي. اقدر اكتبه عموما كل الفترات المفتوحة اللي شكلها كده. يبقى خلي بالك من الارج اليو. وخلي بالك من الاكس دي اللي احنا كتبناها قبل كده. تعال نشوف دلوقتي. ثانيا الاساس الجزئي. اللي هو مين بالانجليزي. اللي هو اسمه الساب بيز. تاني كان الاساس اسمه بيز. ده الساب بيز. ايه بقى حجاية الاساس الجزئي ده? ده الظريف برضو زي الاساس كده بالزبط. مفيش حد يقول ان الحاجة دي صعبة او ان انا مش قادر افهمها. مفيش حاجة في الدنيا صعبة. واحدة واحدة. اللي ايه المفاهيم هتوصل. طيب نيجي نخش بقى ثانيا الاساس الجزئي. ايه تعريفه? طيب طبعا في بداية التعريف لو جالك يعني امتحنت فيها تعريفات حتقول بفرد ان اكس وتاو فضاء توبولوجي. ده اول كلمة بنكتبها. العائلة اس. التاني كان اسمها بيتا خلي بالك. الاساس الجزئي ده تسمي اس. جزئية من تاو. برضو الاساس اللي كانت البيتا متاخدة من تاو. برضو الاس متاخدة من تاو. العائلة اللي اسمها اس دي اللي جزئية متاو. تسمى اساس جزئي للتوبولوجي بتاعنا اذا وفقط اذا كان. خلي بالك من الجملة اللي جاية. التقاطعات النهائية لعناصر الاس تعتبر اساس للتوبولوجي تاو. نقول كمان اس دي بيبقى اسمها اساس جزئي للتاو. اذا وفقط اذا كان التقاطعات النهائية لعناصر الاس تعتبر اساس. يعني انا عشان اثبت الحل لما يجيني كده سؤال زي اللي تحت ده. يقول لي بفرض اكس مثلا اي وبي وسي ودي. ويديني المجموعات المفتوحة بتاعتي او اللي اسمها التاو. اكس وفاي. اي واي سي واي دي واي سي دي. يديني اكس وتاو هو. ويقول لي ثبيت ان الاس دي اساس جزئي. لازم اعمل ايه الاول. اجيب اولا التقطعات النهائية لعناصر الاس. وبعدين اثبت ان التقطعات دي او المجموع اللي طلعتها دي تعتبر اساس للتوبولوجي بتاعي. يبقى نحل كده. واحنا بنحل كده هقول لك يعني ايه تقطعات نهائية. طيب يلا كده بننحل. اولا. كده نحل كده عشان نثبت انها اساس جزئي. اولا نأتي بالتقطعات. ماشي. النهائية. لعناصر اس. انا مش فهمة يعني ايه تقطعات نهائية لعناصر اس. اعارفي يعني ايه تقطعات نهائية. يعني تمسك كل مجموعة تقطع نفسها. وكل اتنين تقطع بعض. وبعدين تعمل التقطع الخالي لعناصر الاس اللي بيسوي اكس. نقول كمان. اه نأتي بالتقطعات النهائية لعناصر الاس. اخدها على فكرة سميها بيتا. يلا كده. يلا هات التقطعات زي ما انا قلت. كل مجموعة تقطع نفسها. ايه سي? تقطع نفسها بنفسها. ايه دي? تقطع نفسها بنفسها. يلا كل اتنين تقطعوا بعض. اتنين تقطعوا بعض بمين? ايه سي? تقطع ايه دي بالمجموعة ايه? كويس كده? طيب. وبعدين اه هتعمل مين بعد كده التقاطع الخالي لعناصر الاس اللي هي الاس. يبقى الاس دي جاية من فين? الاس دي جاية من التقاطع الخالي لعناصر الاس. انت ما معلتش تقاطع اصلا. التقاطع الخالي لعناصر اس. اوعى تنساها التقاطع الخالي لعناصر اس دي. ده مهمة اوة تكتب قبل اي حاجة. يبقى نقول كمان التقاطعات النهائية لعناصر اس. يعني ايه تقاطعات تقاطعات? اولا هتعمل التقاطع الخالي اللي هو اكس على طول. بعد كده كل مجموعة تقاطع نفسها وكل اتنين بقى تخطوع بعض. لو عندك مسلا ان الاس دي تلتة اربعة عناصر كده يبقى تعمل كل اتنين تخطوع بعض. كل تلاتة مع بعض. كل اربعة مع بعض. حسب بقى كده. خلاص تمام? يبقى احنا كده طلعنا التخطوعات النهائية. ثانيا بقى نسبت بقى ان التخطوعات النهائية دي تعتبر اساس. يبقى ثانيا نسبت ان البيتة اللي انت طلعتها دي او التخطوعات النهائية تعتبر اساس للتاو. يلا تعتبر اساس ازاي? ما احنا قلنا اساس? يعني كل مجموعة مفتوحة من هنا تقدر تكتبها اتحاد عناصر من هذه الايه? المجموعات. يبقى كل مجموعة مفتوحة قدرت اكتبها اتحاد عناصر من البيتة. وعلشان كده تعتبر ان البيتة اساس. نكمل بس الحل معلش. يلا اخد كل المجموعة المفتوحة للقصادي. اللي هي مين الاول? الاكس. الاكس مين? اكس اتحاد نفسها. او ممكن تكتب لي اكس اتحاد اكس او تخلص على طول وتكتب لي ايه? اكس تنتمي للبيتة. اللي بعده. الفاي ملناش علاقة بيها. لان الفاي اصلا ما فاش عناصر. قال ايه? تقدر تكتبها اه حاجة اتحاد حاجة من عناصر البيتة اللي قدامك? اه. ايه اتحاد نفسها? ايه? اتحاد نفسها. او تخلص وتقول لي ايه تنتمي البيتة وخلاص. يلا. المجموعة المفتوحة اللي احنا خلصناها نعمل عليها صحة كده. ونشوف اللي بعده. يلا المجموعة ايه سي. مين دي? اه ايه سي برضو هي المجموعة دي اتحاد نفسها. او تقدر تقول لي على طول انها تنتمي للبيتة هي كمان. اللي بعده. ايه دي? ايه دي? تقدر تكتبها اتحاد عناصر من البيتة? اه. ايه دي اتحاد نفسها. او تقول ما قل لي على طول? ايه دي? تنتمي للبيتة واخلاص. يبقى احنا كده خلصنا دي. طب ايه سي دي? تقدر تكتبها? اتحاد عناصر من البيتة? اه. مين ايه سي دي? مين اتحاد مين من البيتة? ما حدش يا هب لو يقول لي اي حاجة في اي حاجة كده. لأ خد لي اتحاد عناصر من جوه البيتة. قبل كده واحنا في امتحان ما يعني آآ قال لي حد قال لي يعني جيه على المجموعة دي وقال لي ايه اتحاد سي? اتحاد دي. لان شاء الله هي المجموعة سي لوحدها والمجموعة دي لوحدها موجودة هنا ان شاء الله? لأ مش موجودة هنا. انا بتكلم بقول اي مجموعة مفتوحة من جوه التاو تقدر تكتبها اتحاد عناصر من البيتة. شوف انا عمالة عيد وزيد جوه الفيديو عشان تخلي بالك. يبقى الايه سي دي? آآ تعتبر بقى ايه سي اتحاد ايه دي. تكتب كده مظبوط ايه سي اتحاد ايه دي? هتقوله بما ان البيتة اساس اذا اس 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 جزئي. يبقى لما يجبت بقى ويجيني سؤال كتاني يقول لي اثبت ان اس او اي مجموعة مش لازم يبقى اسمها اس انها اس جزئي لازم اعمل الحل على خطوتين. اولا اجيب التقطعات النهائية وسميها بيتة وبعدين اثبت ان البيتة دي ما لها اساس. كده نخش على سؤال كمان. برضو نفس الحكاية. let اكس وتاو اذا topological space. بفرض ان اكس وتاو فضاء topology. مدين الاكس شكلها اي بي سي. ومدين التاو او اللي هي الاوبن سيت او المجموعات المفتوحة. اكس وفاي. المجموعة ايه. المجموعة بي. المجموعة سي. اي بي. اي سي. بي سي. اي ده عمال يعمل اي ده? مش دي. هي شكلها. البي او في اكس كلها. اه هي البي او في اكس كلها صح. طب ايه? قال لي شو ذات ان الاس اللي عامل كده دي. اي بي. و اي سي. و بي سي. تعتبر sub base للتاو. خلي بالك ان السؤال ده سؤال مهم. لسبب ان هو بيقول لي عشان بعد كده في الصفحة اللي جاية. هقول لك شكل الاساس الجزئي للفضاء الديسكريت. اللي هو الفضاء المنفصل. انا ملاحظة كده ان التاو اللي عمال لي جيبها دي هي البي او في اكس. اي بانا كده شغالة اكس دي. ما علينا. نكمل السؤال بتاعنا ونسبب ان المجموعة اللي قصد عيني دي تعتبر sub base. اتفقنا لما يقول لي اي مجموعة ويقول لي سبيت ان هي sub base. هامل الحل على خطوتين. نكتب كده اولا. تكتب الحل ده في الامتحان. نأتي بالتقاطعات النهائية لعناصر اس. واروح مسميها بيتا. سميها اي حاجة بس يعني اسمها بيتا عشان تفتكر ان انت هتثبت ان بيتا اساس. يلا هات التقطعات اللهائية. كل مجموعة تقطع نفسها بنفسها. يلا اي بي تقطع نفسها بنفسها. اي سي تقطع نفسها بنفسها. بي سي تقطع نفسها بنفسها برضو. يلا كل اتنين تقطع بعض. اي بي تقطع اي سي بكم بالمجموعة اي. طب اي سي تقطع بي سي بالمجموعة سي. الاولة مع التالتة. اي بي تقطع بي سي بمين بالمجموعة بي. التلاتة تقطع بعض. اي بي تقطع اي سي تقطع بي سي. يعني التلاتة تقطع بعض يعني العنصر مشترك في التلاتة مش حلائي. فاي. وما تنساش مين حبيبتنا الاكس التقطع الخالي لعناصر مين الاس تنساش دي التقطع الخالي لعناصر انا ما بكتبش اس خلو كده وقفل كده انتجبت التقطعات النهائية لعناصر اس يلا ثانيا نعمل ايه نسبة ان البيتا اساس للتاو يلا بتثبت ان بيتا اساس ازاي كل مجموعة مفتوحة وصد عينك من التاو تقدر تكتبها اتحاد عناصر من البيتا يلا والهم اللي بترتيب الاكس تنتمي التاو او اكس اتحاد نفسها المجموعة ايه والمجموعة بي والمجموعة سي انا شايفهم كلهم هم التلاتة موجودين من تاو يبقى تقدر تكتب كل واحدة فيهم اتحاد ايه نفسها يبقى والمجموعة ايه والمجموعة بي والمجموعة سي. كل دول. عشان بس ان احنا نخلصه ونعمل عليه صح. كل دول ينتموا المين? للبيت. او قدر اكتبهم اتحاد نفسه. طب الاي بي برضو. والاي سي والبي سي. مين هم برضو موجودين فين? كل واحدة اتحاد نفسها برضو. يتكتب كده يتكتب كده. اهو. الاي بي تقدر تكتبها. اي بي اتحاد نفسه. برضو نفس الكلام. المجموعة اي سي. المجموعة ناشتوها اللي جاية. من عنص البيت اي سي اتحاد نفسه. والمجموعة الاخيرة بي سي. تمام? تقدر تكتبها برضو. بي سي اتحاد نفسه. يبقى البيتا اساس ولا لا? بس كده في النهاية. هتروح اقيل لي. ان ازا بيتا اساس للتاو. ازا اس اس جزء. اعتقد كده ان احنا فهمنا بنحل ازاي? او بنحل على خطوتين ازاي? تقاطعات نهائية. ثانيا بتثبت ان بيتا اساس للتاو. ارجع لي بقى كده على الحتة اللي جاية اللي هقول عليها دي. زي ما قلنا الاساس في الفضاء اكس دي والاريو. هنقول برضو شكل الاساس الجزئي في الاكس دي والاريو ايضا. نيجي بقى هنا للمسال المهم اللي دايما بيجي اكمل. ودائما بيجي صح وغلط. في الامتحانات الامسي كيوب التحديد في التوبولوجين. طيب. في الفضاء المنفصل للدسكريت اكس دي شكل الاساس الجزئي عامل ازاي? بص كده للمسال اللي وراء وانت تعرف. المسال اللي وراء ده اكتر مسال توضيحة للمنحوظة اللي بعد كده. ان احنا فعلا في الحل ده او في المسال ده كنا بنتكلم فعلا عن الاكس دي. ادي الاكس اهي? ودي انتوهي يا جميع المجموعات الجزئية من اكس. فانا بتكلم عن اكس دي. في السؤال ده هتلاقي ان الاساس الجزئي بتاعك هو عبارة عن كل المجموعات اللي اتنينات. اللي فيها اتنين. انما الاساس كان المجموعة الواحدة. اللي فيها عنصر واحد. انما الاس في التحالة دي هيبقى فيها ايه? اللي اتنينات. خلاص كده تمام. يبقى نرجع كده للمسال البتاعي. اهو. اللي بيقول في الفضاء المنفصل اللي هو الاكس دي شكل الاساس الجزئي هو المجموعات اللي فيها ايه? عنصرين دي. اللي هي المجموعة ايه بي. حيث الاي بي عناصر من فين? من الاكس. خلاص كده فهمت? شكل الاساس كان مجموعة مفردة. اللي في عنصر واحد. انما الاساس الجزئي فيها عنصرين. زي المسال التوضيحي بتاع المرة اللي فاتت. تعال حل السؤال اللي جايبت بيقول ايه? السؤال الظريف برضو. بيقول لي. اه اذا كان اكس دي هو الفضاء المنفصل. طب حلو. حيث اكس واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. جميل. والفضاء ايه? المنفصل. اوجد الاساس الجزئي اس بحيث اس لا تحتوي على المجموعات وحيدة العنصر. يعني ما ينفعش اس يكون فيها ايه? مجموعات وحيدة العنصر. خلاص ده سؤال مباشر جدا. انا خلاص انا عارفة من الملحوظة اللي فوق ان الاساس الجزئي بتاع الاكس دي هو عبارة عن المجموعات اللي فيها عنصرين. يلا كده فاتقوم كاتب لي ان الاس بتاعتي عبارة عن المجموعات اللي فيها اتنينات. يبقى واحد واتنين. خاتلي كل اتنين مع بعض. يلا اتنين وتلاتة. آآ تلاتة واربعة. واربعة وخمسة. ايه ده كل? مش عايزة تخلص? ده لسه. استنى بقى. حملية عملنا كده ان ناخد واحد مع كله. خدنا واحد مع اتنين. ناخد واحد مع تلاتة. واحد وتلاتة. واحد واربعة واحد وخمسة. صح كده? واحد واربعة. واحد وخمسة. خدنا اتنين مع تلاتة. نجد بقى ناخد اتنين مع اربعة واتنين مع خمس. اتنين واربعة. صح? واتنين وخمسة. وايه كمان? خدنا تلاتة مع اربعة. فضل تلاتة مع خمسة. خدنا اربعة وخمسة. بس متى اللي كده خلاص. اي مجموعة فيها اتنينات. خلاص كده اخد كل عنصرين مع بعض. يبقى هي ده مين الاسس الجزئي. كتب تقول لك كده زي المسال ما انت بتقول لي فوق. وفعلا مفهوش المجموعات وحدة العنصر. يعني مفهاش ايه مجموعة المجموعة مسلا فيها مجموعة واحد او المجموعة اتنين لوحدة او تلاتة لوحدة اوها كسب. فيها كنا نفتكر في من اول الفيديو كان الاساس بتاعي عبارة عن ايه? كان الاساس بتاعي عبارة عن فترة مفتوحة اسمها ايه بيه? طيب شكل الاساس الجزئي بقى عبارة عن ايه? تعالوا نشوف. معلش انا حرسن كده حاجة كده. حاجة زمنانة كده. خط الاعداد. هقوم رسمهولكو تحت. يلا اهو خط العدد اهو. كنا بنقول ان الاساس بتاعي عبارة عن ايه? عبارة عن فترة مفتوحة اسمها ايه بيه? طيب ده الاساسة ده البيتا. طيب انا عايز اجيب الاس. عشان تسأل نفسك الاس ازاي طال عن البيتا? تسأل نفسك هي الفترة دي كانت عبارة عن مين تقطع مين? هي كانت عبارة عن الايه? يعني من ايه المالة نهاية? ومن سالب مالة نهاية للبي. بص كده. من سالب مالة نهاية للبي. ومن ايه لمالة نهاية? لما اجي عمل لهم تقطع هيديني الحتة دي. اذا ده فعلا ده الاس اللي هي شكلها من ايه المالة نهاية ومن سالب مالة نهاية للبي. فعلا دول لو تيجي تعجب لهم التقطعات النهائية بتاعتهم. هيديك ال-A-B اللي هي الأساس يبقى ده تعريف الأساس الجزئي ولا لأ نقول كمان عشان تجيب الأساس الجزئي بتاع ال-R و ال-U هقولك إن الأساس الجزئي هو شكله عامل إزاي من A لمالة نهاية ومن سالب مالة نهاية لل-B عشان إيه عشان أنت أصلاً لما تيجي تثبت إن ال-S أساس جزئي لازم تجيب التقطعات الأول النهائية طب تعال كده دي تقطع دي تقطع النهائية وبعدين تثبت إنها أساس طب دي تقطع دي بيديني الفترة المفتوحة A-B وفعلاً الفترة المفتوحة A-B أساس لل-R-U أصلاً يبقى شكل الأساس الجزئي في الحالة دي ما تتنسيش أبداً A ومالة نهاية وسالب مالة نهاية وال-B تكتب كده حيث A وB تنتمي لل-R وكمل جميلك وقولي إن الإيه أقل من ال-B العدد إيه أقل من ال-B تمام؟ يبقى الأساس الجزئي وشكله عامل إزاي؟ من إيه المال لنهاية ومن سالب مال نهاية ال-B لأن إنت عشان تثبت إنه أساس جزئي لازم تجيب التقطعات الأول النهائية لعناصر ال-S وتثبت إنها أساس فالتقطعات هتديك الفترة المفتوحة A-B اللي هي فعلاً أساس لل-R وال-U زي ما قلنا في بداية الفيديو نيجي للسؤال الأخير ده ونقفل فيديو على كده يعني كده نعتبر لمينا شوية الأساس والأساس الجزئي آخر سؤال عندنا بيقول إذا كان X بتساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة يلا شو ذات؟ ال-S اللي شكلها عامل كده واحد والمجموعة تلاتة والمجموعة واحد واثنين إذا صاب بيس فور تاو ساتش ذات التاو X وفي والمجموعة واحد وثلاثة وواحد واثنين وواحد وثلاثة وواحد واثنين وثلاثة قلنا عشان نسبة إن ال-S دي أساس جزئي حزبة الحكاية أو حزبة المسألة على خطوتين أولا نأتي بمين التقطعات النهائية التقطعات النهائية لعناصر ال-S ونروح نسمينها بيتا وبعدين في ثانية نسبة إن بيتا أساس طب هاتلي كده لو سمحت التقطعات النهائية واعتنسى حبيبتنا عشان ما تزعلش ال-X اللي هي التقطع الخالي حلوة كده لعناصر مين إيسا كده اللي بعد آآ صحيح يلا كل مجموعة اتحاد نفسها أصدقية كل مجموعة تقطع نفسها بنفسها بمجموعة واحد تقطع نفسها بالمجموعة واحد أيضا المجموعة ثلاثة تقطع نفسها بنفسها المجموعة واحد واثنين تقطع نفسها بنفسها برضو يلا كل اتنين تقاطع بعض واحد تقاطع التلاتة ده فاي مفيش التلاتة تقاطع الواحد والاتنين بفاي الواحد تقاطع واحد واتنين بالمجموعة واحد كتبناها قبل كده اعظون كده دي متهيق لي متهيق لانها ايه خلصنا كده التقطعات النهائية بتاعي هما دول بس ثانيا بقى نعمل ايه نسبت ان بيتا اساس للتاو اللي فوق دي عشان نسبت ان بيتا اساس ان دي اساس يبقى كل مجموعة مفتوحة من فوق اقدر اكتبها اتحاد عناصر من البيتا ما عدمين الفاي مانش دعوة دي يلا الاكس مين اتحاد مين من هنا ده اكس اتحاد نفسها طب المجموعة واحد واحد اتحاد نفسها تلاتة تلاتة اتحاد نفسها واحد واتنين واحد واتنين اتحاد نفسها اذا من هنا ل هنا كل دول تقوم جاي كاتب لي تنتمي البيتا واخلاص هتقول لي اكس والمجموعة واحد والمجموعة تلاتة والمجموعة واحد واتنين دول اصلا عناصر من البيتا ده خلاص هنا لغاية هنا وابقفنا. تعال بقى ناخد كده المجموعة المفتوحة واحد وثلاثة. تقدر تكتبها مين اتحاد مين من جوة اللي بيتا? واحد اتحاد الثلاثة. يلا. المجموعة واحد اتحاد المجموعة ثلاثة. اوز رعناها الخط. يلا. ادي ثلاثة. اهي. دي خلصت. يلا واحد واثنين وتلاتة. مين اتحاد مين? من البيتا. شما نبره البيتا. واحد واثنين وتلاتة اقول لك انا متهاية ممكن تكتبها واحد واثنين اتحاد التلاتة. صح? اتحاد التلاتة. يا سيدي لو عايز تكتبها واحد اتحاد التلاتة اتحاد الواحد واثنين حلو. ما فيش مشكلة. خلاص كده يبقى بما ان كل مجموعة مفتوحة. من فوق. عملنا على اليوم صح. قدرت تكتبها اتحاد عناصر من البيتا. ازا البيتا اساس للتاو. وطالما البيتا بتاعت التخطوات النهائية دي اساس. ازا الاس ما لها اساس جزئي. لمين? للتاو. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع الاساس والاساس الجزئي. في انتظار ان شاء الله الفيديو اللي جاي عن الايه التوبولوجي المولد بواسطة الاساس الجزئي. شكرا جزيلا.